اشتركوا في القناة احلام او رؤى عفوا خليها رؤى عشال الناس اللي بيتصيضوا الالفاظ مع ان انا بل دايما بحب اه اه اتكلم باللغة العمية بتبقى قريبة وبتوصل بسرعة لكن الناس اللي هي عاملة ان هي متخصصة ماشي يا سيدي بعض الرؤى بلاش الاحلام لان الحلم من الشيطان فقضية القضايا ان احنا هنتكلم عن بعض الرؤى التي تدل على طول العمر ايه طول العمر ايوة هنا قبل ما اتكلم عن اي حاجة لازم اوضح النقطة دي وانا دايما لما كنت بتكلم في الموضوعات العامة وتيجي نقطة تدل على طول العمر لازم اقف معها يا جماعة احنا ما بنقولش ان اللي شوف رؤية من الرؤى اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي ان عمره اربعين سنة هيبقى خمسين وسبعين وتسعين الكلام ده غلط انما انت عند الله سبحانه وتعالى مكتوب قديما في الازل ان انت من الناس اللي هتعمر في الدنيا فبيبعث لك رؤية تبشرك ان انت من الناس دي ان انت عمرك طويل مش انت هتلاتين وهتبقى سبعين وخمسين وتسعين ومية لا ابدا من اللي اقل الكلام ده لاني بلاقي بعض الناس اللي مش فاهم اي حاجة في اي حاجة وانت دخلت الغيب ايه الكلام ده اتقل لا يا شيخ ويقعد يشتم ويقل ادبه والواحد بيعمل نفسه مش شايف الحاجة دي اول رؤية معانا رؤية سورة الاخلاص للرجل هذه الرؤية تدل على طول العمر رؤية السجاد الكبير النظيف الجميل تدل على طول العمر رؤية عمامة الرسول في المنام مش الرسول تبشتش الرسول بس انت شبت في المنام عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية تدل على طول العمر. الرؤية اللي هي اللي بعض الناس ممكن تفهمها غلط. رؤية التقدم في السن. التقدم في العمر. يعني اني مسلا اه داخل على اه خمسين سنوات اشوف نفسها في المنام بقى التسعين. او منهم بقى خايف كده. وتخلص انا كده هموت. ايه حده هيقول كده? رؤية التقدم في العمر. تدل على طول العمر. تدل على طول العمر. رؤية مراسم العمرة. وكأن العمرة طبعا بالطواف وبالصلاة عند إبراهيم وبالسعي. انت واف تفرج على مراسم العمرة. هذه الرؤية تدل على طول العمر. رؤية سلام الميت على الحي. كن انت تشوف ميت بيسلم عليك? او تشوف ميت بيسلم على хيو انت واف تفرج. هذه الرؤية تدل على طول العمر. رؤية البكاء في المنام بدون صوت. انت بتبكي. ودموع نزلة. وبتعيض وبصوت عالي بس انت شايف اني مفيسه تطالع هذه الرؤية تدل على طول العمر رؤية الحديث الجميل والشيق مع الميت تدل على طول العمر رؤية اكل العنب تحديدا مع الاموات تشوف نفسك وقاعد في وسط مجموعة من الاموات وبتاكل معهم عينب تحديدا هذه الرؤية تدل على طول العمر رؤية انك تشوف نفسك في المقابر وابتدعوه للأموات إن ربنا يغفر لهم ويرحمهم هذه الرؤية تتلع على أنك أشخص عمرك طويل عند الله سبحانه وتعالى رؤية الاحتضار للرجل رؤية عكسية بما الرجل المتزوج يشوف أنه بيحتضر بيطلع في الروح شوف الرؤية معناها عكسي طول عمر رؤية جنستك سبحان الله تلاقوا أن الكلام كله عكسي تكلم عن القبور تكلم عن الجنازة تكلم عن الاحتضار وفيها جماعة أيوة فرؤية الرجل اللي يحتضر طول عمر رؤية الرجل اللي يشوف جنسته أو أي أحد هي الاحتضار للرجل فقط إنما رؤية الجنازة إنك تشوف جنازة نفسك في المنام وكأنك مدت يعني هذه الرؤية تدل على طول العمر رؤية من يقول لك في المنام أنك ستموت طبعا دي لو شافها رص الأموات فضالي الحق وإحنا فضالي الباطل وجاء لي وقال لي تحت موت مناحة هتحصل علشان هو ما يعرفش أنا بقول له دلوقتي هو ببشره يعني إنت شفت رؤية إن ميت بيقول لك إنك ستموت هاجه الرؤية تدل على طول العمر وبالمناسبة لما بنجي تكلم عن الحاجات دي وعن الموت وبتاع وبألاقي بعض الناس اللي مش فاهمين أي حاجة يقول لك هون دا تستعز من الموت تستعز من الموت من يبني بس تعز من الموت من يبني سيدة عائشة لما الرسول الله عليه وسلم قال من أحب اللقاء الحديث والصحين من أحب اللقاء الله أحب الله للوقاء ومن كره اللقاء الله كره الله لقاءه فقالت أمينا عائش اكرهية الموت فكلنا هيكره الموت انت بس يدك بتحب الموت روح وضع نفسك تعطر وريحنا ريحنا منك ومن قرفك مش عارف الناس اللي بتخش بتدار على اي حاجة تفهأ تعلق عليه يمنك قوي قوي جدا بتروح موت وريحنا انت بتستعز من الموت يا شيخ يا سلام يعني مش فاهمة تمنى يعني ولا ايه الرسول مقال ما حد شيء تمنى الموت اللي عنده الفتنة بجاوبك من الرسول والسيدة عايشة مش عارف انتوا بتفهموا منين ولا ايه تعلمكم اصلا معلينش يا جماعة احذروني من ان التعليقات كترت او البيخة كترت فرؤية من سيقول لك انك ستموت هذه الرؤية تدل على طول العمر رؤية الخبز اللي هو بنقول عليه في مصر الفينو اللي عايش الفينو الطويل ده او الكايزر ممكن كده يبقى سهلة للدول التانية لكن بحجم كبير هذه الرؤية تدل على طول العمر رؤية رسالة من احد الاقارب الاموات حد من الاقارب بعث لك رسالة ورقية هذه الرؤية تدل على طول العمر رؤية زيارة احد الموتة للمريض تخيلوا انا مريض وليت حد من اقارب الميتين او المتوفين جال في المنام يزرني معنى ايه؟ انا حموت ابويا جال في المنام وانا عيان بنا كده رايح له جماعة حرام عليكم ارحمونا ارحمونا فيه علم ارجعوا له الاول فزيارة احد الاموات الاقارب للمريض طول عمر يعني انت هتشفى يعني حتى الرؤية دي كان المفترض احطها كمان في رؤية الشفاء هده الكلام اللي انا بقول عليه ان انت ممكن تلاقي اكتر من رؤية في اكتر رؤية واحدة في اكتر من موضوع فهنا معناها ان انت هتشفى وهديبقى عمرك طويل يعني هتقوم وهتبرطح في الدنيا كمان رؤية المرأة المطلقة انها طويلة في المنام طويلة جدا على غير المعتاد تدل على طول العمر لها ان شاء الله رؤية الكهف والمغارة تدل على طول العمر مدلي قصة اصحاب الكهف قعدوا كم سنة تلتمية وتسعة حجري نقول تلتمية سنة وقاموا انتوا نمتوا قد ايه احنا يوما او بعض يوم يعني يا دوب غفلنا كده قالوا يوم او بعض يوم ايه تعد تلتمية سنة فرؤية الكهف والمغارة في المنام تدل على طول العمر تدلنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته